اشتركوا في القناة بأن هذا المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتخفيف الازدحام المروري كما أشر الوزير إلى أنه تمت ترسية مشروع تسوية الطرق بمجمع 934 في منطقة وادي البحير وإنشاء خط رئيس لتصريف مياه الأمطار الممتد من وادي البحير إلى خليج توبلي وسيتم البدء في أعمال التنفيذ خلال الربع الأول من العام القادم 2022 موضحا أن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية ستشهد مشروعا لتصريف مياه الأمطار بمجمع 935 وإنشاء عدد من الخطوط الرئيسية وفتحات لتصريف مياه الأمطار وأوضح خلف أن قطاع البلديات بالوزارة يعمل على تنفيذ عدد من المشاريع البلدية والتي تخدم الأهالي ومنها مشروع لتطوير ممشى الاستقلال وتطوير حديقة الحجيات والتي تأتي تحقيقا لتطلعات المواطنين والارتقاء بخدمات البنية التحتية المقدمة محافظة geschجزد مجرد محافظة ما لا لا نra